يجب أن تتعلم المزيد من الحيل البرمجية دائما لأن طريقة كتابتك للكود يمكن أن تخبر الآخرين عن مدى ذكائك وخبرتك عن شخصيتك عن مستواك المعرفي بل وعن قدرتك العقلية أيضا تذكر هذا جيدا قبل أن تخرج لسوق العمل مرحبا معكم رحال من مجتمع فايثون العربي هناك طرق ذكية وبسيطة لكتابة الكود ولكن هناك أيضا طرق في غاية الغباء في هذه الحلقة ستتعلم كيف تكتب الكود مثل المحترفين تابعي الحلقة للأخير ولا تنسى الاشتراك في القناة وتسجيل الإعجاب بالمقطع ولما لا إرساله لصديقك أو صديقتك على بركة الله الحيلة الأولى الإسناد الشرطي لنفترض أنك ذهبت إلى مقابلة عمل وأنت تزعم أنك مبرمج محترف طلبت منك الشركة برمجة سكريبت يسمح للمستخدم باختيار اسم دولته للتأكد من وجود فرع للشركة هناك وطباعة True أو False مع العلم أن الدول التي توجد فيها فروع هي كالتالي مصر، المغرب، السعودية، والعراق المسألة في غاية البساطة هذا ما تعتقده، أليس كذلك؟ نعم، ولكن طريقة كتابتك للكود ستفضح وستخبرهم الكثير عن مستواك المعرفي وجدارتك إذا كتبت الكود بهذه الطريقة لقدر الله فستخرج من المقابلة وأنت تجر أذيال الخيبة أعلم أن الكود يعمل، لا شك في ذلك ولكن لا يوجد مبرمج محترف يكتب الشفرة بهذه الطريقة فأنت الآن في نظري الشركة محتال ولا تملك أي مؤهلات أعني، يمكنك تحسين مظهر الكود بإضافة القليل من المعاملات المنطقية لتصل إلى هذه النتيجة ولكن هذا يخبرنا بأنك مبرمج عادي جداً ولا يوجد أي شيء مميز فيه يمكن أن نقول لا بأس بك في أفضل الأحوال لكي تذهلهم، يجب أن تكون لديك القدرة على حل المشاكل بطرق خلاقة على سبيل المثال، يمكنك كتابة الكود بهذه الطريقة كما ترى، فإننا قمنا بوضع قائمة للبلدان التي توجد بها فروع ثم طلبنا اسم الدولة من المستخدم وأخيراً، قمنا باستخدام طريقة تدعى الإسناد الشرطي أي أننا طلبنا إسناد للمتغير true القيمة branch إذا كانت الدولة التي أدخلها المستخدم موجودة في القائمة countries وإلا فإسناد القيمة false إذا لم توجد الدولة في القائمة وهكذا بإمكاننا حذف الجملة الشرطية وسيبقى الشرط صحيحاً في Python يمكننا استخدام الإسناد الشرطي بهذه الطريقة بالمناسبة، هل تعلم أنه يمكنك كتابة الكود السابق باستخدام سطر واحد هكذا؟ وإلا فنحن أفضل أن يكون الكود سهل القراءة وذكياً فهذا هو ما دفعنا إلى تقديم سلسلة الخوارزميات على القناة أنصحكم بمتابعتها خلاصة القول أن المبرمجة الحقيقية هو من يفكر خارج الصندوق لأنه في المسابقات البرمجية ومباريات التوظيف لذا كبريات الشركات يهمهم طريقة حلك للمشكلة أكثر من حل المشكلة نفسها من أجل هذا، في الجزء القادم سنتعلم المزيد من الحيل البرمجية التي تختصر عليك الوقت وتضيف إلى أسلوبك المزيد من الاحترافية الحيلة الثانية، إرجاع قيم متعددة من الدالة كلنا نعرف أن التعليمة ريتورن تستخدم لإرجاع القيم من الدالة ولكن ما لا ينتبه له أغلبنا هو أنه يمكننا إرجاع أكثر من قيمة بتعليمة ريتورن واحدة على سبيل المثال، لدينا هذه الدالة التي تأخذ عددين وترجع لنا العدد الأكبر والمتوسط الحسابي للعددين وأيضا حاصل جمعهما كما ترى، لدينا ثلاث قيم مرجعة من الدالة ربما تتساءل كيف يمكن التعامل مع هذه القيم في بايتون لدينا حيلة أخرى اسمها الإسناد المتعدد الحيلة الثالثة، الإسناد المتعدد بعد أن أنشأنا دالة كالك التي ترجع ثلاث قيم بهذه الحيلة يمكننا إسناد هذه القيم لثلاث متغيرات جديدة في سطر واحد يمكن طباعة المتغيرات الجديدة والتعامل معها كما تريد الجميل هو أننا استخدمنا دالة واحدة بدل استخدام ثلاث دوال واختصرنا الكثير من الوقت الحيلة الرابعة، استمال القائمة List Comprehensions هو من أكثر المميزات المفضلة في لغة بايثون لأنها تسمح لنا بكتابة الكود بشكل نظيف وفي سطر واحد دون الحاجة إلى كتابة الحلقات التكرارية التقليدية اجتمال القائمة يكتب بهذه القاعدة كي تتضح الفكرة أكثر لنقول أن لدينا قائمة من الأعداد Numbers تساوي 12-23-4-48-17 ونريد إنشاء قائمة جديدة اسمها New Numbers تشتمل على أعداد القائمة الأولى مضروبة في 2 لتكون النتيجة بهذا الشكل New Numbers تساوي 24-46-48-16-34 لحل هذه المسألة أغلب المبرمجين خاصة المبتدئين منهم سيقومون بكتابة حلقة تكرارية لللف على كل عنصر من القائمة Numbers وضربه في 2 ثم إضافته للقائمة الجديدة ولكن بفضل List Comprehensions يمكننا اختصار الكود بهذه الطريقة هذا الأسلوب يسمح أيضا بتنفيذ الكود بشكل أسرع من استخدام الحلقات التكرارية الحيلة الخامسة وظيفة التعيين Map من الوظائف المهمة جدا في كل لغات البرمجة لأنها تسمح لك بتنفيذ الدوال على عناصر المصفوفات والقوائم بأسلوب بسيط وكفاءة عالية Map تنفذ الدوال على كل عنصر بشكل مستقل لكي تتضح الفكرة سنعود إلى الكود السابق نقوم بإنشاء دالة جديدة باسم Doublet عملها الوحيد هو أخذ عدد وإررع قيمته مضروبة في 2 ثم نستخدم وظيفة Map لإسناد الدالة Doublet إلى عناصر القائمة Numbers قبل طباعة النتيجة يجب الانتباه بأن الكائن الخاص بMap هو عبارة عن Generator نحتاج تحويله إلى List أو وضع نجمة قبله لطباعة عناصره فقط وصل لنفس نتيجة الكود السابق للإشارة فوظيفة Map تستخدم بشكل كبير في علم البيانات وفي معالجة البيانات الضخمة بشكل خاص الحيلة السادسة الدوال المجهولة هذا النوع من الدوال سبق وأشرنا إليه في الكورس الخاص بلغة Python دوال لمبضة بإيجازة هي دوال مجهولة يمكن إسنادها للمتغيرات في سطر واحد سنعود مرة أخرى للكود السابق سنقوم بتحويل دالة Double It إلى دالة مجهولة بهذه الطريقة كل ما سنفعله هو أننا بدل Div سنكتب لمبضة وسنقوم بحذف تعليمة Return ونبقي الجميع في نفس الصدر أليس هذا رائعا؟ الحيلة السابعة متغير الـ إشارة الـ في لغة Python لها استخدامات غريبة ففي البيئة التفاعلية يمكن استخدامها لطباعة آخر نتيجة ثم تنفيذها في الكود وفي الحلقات التكرارية يمكن استخدامها كمتغير مهمل أما الاستخدام المفضل لها عندي هو في الإسناد المتعدد قلنا في أول الفيديو أنه يمكننا إسناد القيم للمتغيرات بهذه الطريقة ولكن لو كانت عناصر القائمة أكثر من المتغيرات فستظهر رسالة الخطأ التالية باستخدام الشرطة السفلية أو الـ سيتم تجاهل العنصر الثاني من القائمة الأمور جيدة الآن الحيلة الثامنة تجميد المتغيرات من الأشياء المضحكة التي يعيبون بها لغة Python قولهم بأنها تحتوي على متغيرات فقط ولا وجود فيها للثوابت هذا كلام غريب لأنه بإمكانك إن شاء أي متغير وتركه بسلام وسيتصرف كأنه ثابت أعني لا تغيره وسيبقى ثابتا لكن بما أن الناس مجانين ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم فهناك وظيفة تسمى بالفروزن سيت حيث يمكن وضع أي متغير بداخلها وسيتحول إلى متغير غير قابل للتغير أقصد ثابت إذا حاولت العبث بالمتغير ستظهر لك رسالة خطأ بالمناسبة الحيلة التاسعة توقف عن استخدام True أو False في الجمل الشرطية حيلة تبني جملة شرطية بهذا الشكل فلا داعي إطلاقا لكتابة True أو False في شرط التحق يمكن صياغتها بهذه الطريقة ولن يؤثر ذلك على طريقة عمل الكود نهائيا الحيلة العاشرة تعلم الحيلة من المحترفين لا توجد طريقة أفضل ولا أذكى لتعلم التقنيات والحيل البرمجية من مراقبة جماعة المحترفين من مطوري المكتبات وإذا كنت تتساءل عن الطريقة فهي كالتالي سنقوم باستيراط إحدى المكتبات الشهيرة ثم نقوم بطبعة اسمها سيظهر مصار الكود الخاص بالمكتبة افتح الملف وتعلم من أسلوب ذلك المبرمج حل الكود وقارنه مع أسلوبك هذه الطريقة في نظري هي الأفضل والأقوى للتعلم كانت هذه مجموعة صغيرة جدا من الحيلة المختارة التي يستخدمها المبرمجون لجعل حياتهم أسهل ما رأيك عزيز المتابع أن تشارك معنا إحدى الحيل التي تستخدمها عبر التعليقات لكي يستفيد منها الآخر ومن باب زكاة العلم إذا أعجبتك الحلقة سنتحدث عن المزيد من الحيل في الحلقات القادمة تذكروا أن المبرمج القوي هو الذي يبدع في استخدام حلول دكية وبسيطة لحل المشاكل المعقدة لهذا السبب عليك تعلم مهارات التفكير الخوارزمي في أقرب وقت في الواقع يمكنك تعلمها الآن كل شيء أمامك ماذا تنتظر يمكنك أيضا دعمنا عبر بيتريون أو عبر الاشتراك ونشر الحلقات لنصل إلى جمهور أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في حلقة القادمة إن شاء الله